مع ارتفاع معدلات درجات الحرارة في فصل الصيف وتجاوزها الخمسين مئوية اززادت ساعات القطع المبرمج للطاقة الكهربائية إلى أوقات طويلة في مناطق العاصمة حتى تلك التي شملت ضمن مشروع الخصخصة وذهبت عود المستثمرين بتوفير الطاقة لأكثر من عشرين ساعة أدراج الرياح بتعبير المواطنين الطاقة التي يزودون بها المستثمر حالياً بزيونة أقل بهواية من الطاقة التي تحتاجها المنطقة والمشكلة الثانية أن المولدات الرفعت أعمدت الكهرباء إن شالت حتى إذا رجعت المولدات مكان لتسليك وائرات المولدات موجودة أزمة أنا أحكي لك عن حالتنا أنا حالتي الشخصية كعمل وكبيت اليوم أنا عندي والدي مقعد بالبيت كهرباء مولدات ماكو اضطرنا أن نروح نشتري مولدات بأرقام خيالية في سبيل نولد كهرباء محلاتنا أرزاقنا وكفة أزمة الطاقة الكهربائية لعقد ونصف يبدو أنها ستستمر لسنوات مقبلة حسب قناعة البغدديين ولن تكون لها حلول رغم وعود وزارة الكهرباء والسياسيين ما جمع التغيير شمع من السقوط لحد الآن بس وعود كاذبة لا أكثر ولا أقل النقص الحاد في تجهيز الطاقة كانت له أسبابه بحسب وزارة الكهرباء أبرزها إطفاء الجانب الإيراني الخط الناقل للطاقة الواصل إلى العراق إضافة إلى كثرة التجاوزات على الشبكات الوطنية إطفاء الخط الإيراني الذي سبب حقيقة أرباك المنظومة إطفاء الخط الإيراني بواقع 1100 ميجا خرجت من المنظومة نحن اليوم في طور أن نعالج الموضوع وهناك وفود مشكلة للتباحث مع الجانب الإيراني حول بحث أسرار الموضوع حول إعادة الخط الإيراني من جملة الأسباب أيضا حقيقة زيادة الطلب على استيلاك الطاقة الكهربائية انقطاع الطاقة لساعات طويلة سيما في فصل الصيف أصبح ضيفا تقيلا ملازما اعتلى منه العراقيون ولا يعلمون متى يغادرهم إلى غير رجعة زياد نهاد الحرة بغداد ترجمة نانسي قنقر